وهبدأ بحكاية محمد عبد المنعم النهاردة كان في كلام انه بلونيا الايطالي مهتم بمحمد عبد المنعم حسب مصادرنا في النادي الاهلي النادي الاهلي قال لنا انه مفيش اي عرض رسمي وصل من اوروبا لضب محمد عبد المنعم حتى هذه اللحظة شوف انا باكلم معك وحتى هذه اللحظة احنا الفيديوهات اللي قد بتوعد طول الوقت على السوشيال ميديا فممكن حد يشوف الفيديو بعد خمسة ايام يقول لك انت مش قلت مفيش عرض اوروبي ممكن بكرة يبقى فيه حتى هذه اللحظة مفيش عرض اوروبي لمحمد عبد المنعم محمد عبد المنعم عنده رغبة طبعا انه هو يحترف في اوروبا والنادي الاهلي كان وعده قبل كده انه لو جاله عرض كبير في اوروبا ياليك بيه ياليك بالنادي الاهلي الاهلي هيوافق على هذا الامر حتى لهذه اللحظة مفيش عرض كلها طبعا بطبيعة الحال متمسك جدا بمحمد عبد المنعم خاصة وبشكل منطقي يعني مش اخفيكم سرا انه الكواريت محمد عبد المنعم مش موجود تقريبا في الدولة المصرية وبالتالي لما يبقى مدرب مع العيب زي محمد عبد المنعم مش بسهولة انه يوافق على رحيله تحديدا محمد عبد المنعم يعني هما لما بيكلموا مع مارس الكرة على كثير من اللاعبين الاخرين ياما بيشوف لعيبة قريبة من مستوى اللي ممكن يمشوا فيقول تمام ياما يقول هتولي بديل قريب منه بس محمد عبد المنعم تحديدا في الماركت المصري في سؤال الانتقالات المصرية صعب تعويده إلا لو الاهلي وافق على رحيل محمد عبد المنعم وجاب مدافع أجنبي حتى هذه اللحظة عرض بولونيا الإيطاري مش صحيح مش صحيح لم يصل لمحمد عبد المنعم أي عروض بالنسبة للانتقال واللي أحدهم يعني